كشفت مونة الاعتباء ابنة الهام فضالة عن تعرضها لموقع ضاريف مع حماتها داخل السيارة هنا قامت الأخيرة بتوبيخها وحراجها بشدة لكن مونة الاعتباء تقبلت الأمر بهدوء كون حماتها كانت منازحة ولم تكن تتعمت إغضابها وكشفت مونة الاعتباء أن سبب الخلاف هو أن حماتها لم تعجب الأغنيات التي تختار لتشغيلها في السيارة حيث قالت بطريقة عفوية حماتها تتحلطم عليه ورفضت ابنة الهام فضالة تغيير الأغنيات التي تسمع إليها لكي تناسب ذوق حماتها حيث علقت بقولها ويت تحطم يا جمال لا تحطمين اسمها كتا تغيير عراقي خليجي مغربي لبناني ثم أكملت ضحكة زفيتها قاصدة بذلك أنها نجحت في إغناع حماتها بالاستمال لنفس الأغنيات غير أن مقطع الفيديو أثار غضب بعض رواد السوشيل ميديا الذين أكدوا أن ابنة النجمة الكويتية تحاول لفظ الانتباه حتى تحقق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما اتهم أخرون بإساءة معامل حماتها والتحدث إليها بطريقة غير لائقة موسيقى